السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابني بينسى ابني ما بيستقبلش مني المعلومات ابني اول ما بحطه على المذاكرة وبقومه بينسى كل اللي خدناه طيب ركزي معايا اول حاجة لازم تعرفيها ان ابنك او تتأكدي منها ان ابنك تكون الاعضاء بتاعته اللي هي بتستقبل المعلومات تكون كويسة ايه هي اللي هي الازن والعين تمام العنين يعني والازنين تمام تمام كده انا بتأكد ان ايه ان الحواس بتاعته اللي هي بتستقبل شغالة الحواس الاستقبالية دي شغالة اللي هي حسة السمع وحسة البصر تمام اتأكدت ابني زي الفل ما فيوش اي حاجة الحمد لله نركز مع بعض لازم لازم احاول ابسط المعلومات على ابني اشغل ايده اشغل اه ودنه ان هو يسمع معايا بقى سواء عامله مثلا اه يعني ايه زي راذم كده معين سانجز اه سواء بقى بس انت حافظيه بكزا طريقة ما فيش اي مشكلة اهم حاجة ان انت بتحاولي تبسطينه المعلومة لو التيتشر مش بتعمل كده حاولي انت تعملي كده اوكي ما فيهاش اي مشكلة بعد كده هنبدأ بقى اللي هو مثلا عندي الصورة دي مثلا مثلا في المنهج بتاعه في الكتاب هتبدأ يتوريله الصورة دي وتقوله ايه let's play a game تعال من لعب اللعبة look at this picture هتبص كده على الصورة دي five minutes وتوريه له مثلا خمس دقيقة او دقيقتين او two minutes اي حاجة شوية يعني اوكي وبعد كده تبدأ تقوليله معلومات على الصورة وهو بصص عليها ركزي معايا هتبدأ تقوليله there are there are there are you get three dates three dates عندنا تلت بلحات اوكي and do you know this color عارف اللون ده اسمه ايه brown 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 تعرف ان البلح ده you can eat it or you can make it juice ممكن كمان تعملوا juice او ممكن كمان تشربوا او تاكلوا كده بقى احنا كده بنشغل ايه بنشغل دماغه اوكي بعد كده هتبدأي تخبي البلح ده واتقوليله can you please draw at draw at هنحاول ان احنا نرسمه وتقولي اول ما يرسمه بقى ويحاول اللي هو ايه تكده بتشغالي ايه عضلات ايده وكمان دماغه وبيحاول ان هو يبص كده على الصورة فبيشغل برضو عيونه ويدنه بيحاول يتذكر اللي انت قلته له هو سمع فانت كده بتحاول يتشغليه ويبقى مركز معاك نمام بعد كده هتبدأي تقوليله بعد اما يوريها لك بقى وتلاقيه ان شاء الله رسمها كويس اوكي هتبدأي تقوليله يلا كده نحاول نتكلم مع بعض ونلعب لعبة برضو تكافئيه اللي هو انت الوقتي هتقولي معلومات عن البلح ده اللي انا قلته لك هتبدأي تتقاليه بقى اوكي فاكر فاكر يا احمد كان فيها ايه الصورة دي هيقولك ياس ياس مام there are there are three dates three dates كان فيه ثلاث بلحات اوكي and do you remember its color البلحة دي كانت لونها ايه براون براون طب تعرف يا احمد البلح ده احنا بنكله فين yes in ramadan في رمضان احنا بنكله بس ولا بنعمله عصير you can eat it and you can also drink it ممكن نشربه ممكن كمان نكله اوكي هتبدأي تشتغلي على صورة كمان دي كده عملا بتشغلي دماغه look at this picture هتشوف الصورة دي برضو هتوريها وتقولينه نفس اللعبة بص كده على الصورة دي وهخبيها هيبدأ يرسمها لك ويفكر بقى انت تقولينه معلومات عليها برضو او ممكن كمان ما تقوليش بقى معلومات عليها وتسيبيه ويفكر زي مثلا فاكر كان فيها ايه الصورة دي هيقولك بنانا بنانا كان فيها بنانا زموز اوكي هو اللي بيحب كمان ياكل الموز انت كده عملا بتشغلي دماغه وبتشغلي كمان الحواس اللي هي الاستقبالية بتاعته اوكي طب انا دلوقتي ركزي معايا لو ورته الصورة دي وبدأت اقول له معلومات عليها هل الطفلة هيبقى مش مركز معايا لا اما انت بتلعبي معا لعبا هيبقى فاكر علشان بكافئي بالاي مكافأة بقى حتى اي حاجة و هيبقى مركز معاك مش هيبقى بصص في حتة لا انت بتلعبي وبتحاولي تجذبي انتباه يعني هتبدأت تقولي له مثلا ان دا اسمه ايه Watermelon Watermelon Do you know the color outside عارف اللون من برا لونه ايه Green Inside red and has small black seeds وكمان في بزرس وغير هل بقى وانت بتقولي المعلومات دي مش هيبقى مركز معاك بالعكس هيبقى مركز معاك جدا 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 ليه لان انت عملا بتقولي له معلومات وهو بيحاول يركز 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 علشان يستقبل المعلومات دي وتلعالي معا اللعبة ويكسب فيها ويكسبك والاطفال بتحب روح المنافسة جدا ولو تقولت له كلمتين حلوين كده والله هيحب المذاكرة وهيحب يقعد معاك وان شاء الله مش هينسى يعني مش هينسى لو انت عرفتي ان انت توصلي لطريقة مذاكرة كويسة يحبها وكمان لو عرفتي ازاي تكذبي انتباهه اوكي هل طبعا تقوليه طبعا المنهج تقيل والكلام ده كله بصوا ادخلوا كده على المنهج هتلاقوا فيه سور اين منهج في الدنيا هتلاقوا فيه سور هتبدأي على كل صورة عرفيه كده وكمان طبعا الجمل هقول لكم لو عجبكم فكرة الفيديو ده هقول لكم ازاي تعملوا الجمل بطريقة جميلة جدا باي يا رب اكون فتكم وبإذن الله ما فيش ناس اينتك باي باي